تخيلوا معي بعد الفقرة هذه دخل عليكم لتسام الجعوني قال يا قوم يا نجوم يا متسابقين سيتشرف بالانضمام إليكم متسابق جديد تمام؟ متسابق جديد أنتم الآن لكم 29 يوم صحيح؟ مع بعض هذا الشخص الآن لو أنا ودي كمجموعات لو جاء هذا الشخص كيف ممكن نعمق العلاقة معه؟ طيب يا جماعة 29 يوم هذه أنتم تهوشتوا واختلفتوا وحبيتوا بعض وتناقشتوا وتحاورت مريتوا بكافة الظروف التي تمر فيها أي مجموعة لكن هذا جاء بعد 29 يوم ماذا يمكن أن نفعل لهذا الشخص؟ أتكلم كأفراد وليس كمجموعة طبعا أنا ودي كمجموعات تتناقشون مع بعض واحد منكم فقط هو اللي يمثل المجموعة أبعطيكم دقيقة واحدة دقيقة واحدة تتشاوروا مع بعض كل واحد ممكن يسوي أعطوني أبرز الأشياء اللي ممكن تسوينا عشان تعمقون العلاقة مع بعض أنا ودي تشكلون مجموعة موسى وخالد وعبد الله وذكرني باسمك الله عافيك محمد ودي تتشاوروا مع بعض الله عافيك إي إذا تحبون أمشي نكون الإجابة جماعية طيب فلكم دقيقة يعني نحاول قدر المستطاع سم عندي جواب عادي يجاوب أنا ودي مع المجموعة عطهم الشيء الجميل اللي عندك مع المجموعة بس أبشر إذا ما عليك أمر الله يسير لاحظوا ما يقول يا شباب بعددنكم كيف تعمق العلاقة محمد أبو ناصر أنا أقول ترى السؤال بس ترى مرة دقيقة يقول كيف تعمق العلاقة من يقعد أقول أول ما يجي وش بتسوي فيه بترحب فيه يرحبه لا 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 كيف تعمق العلاقة معه تمام أحمد بعددنكم أنا أقول كيف تعمق العلاقة ركزوا على الكلمة تعمق مو كيف ترحب كيف تستقبل كيف تعمق العلاقة معه طبعا مو في لحظة واحدة تتكلم خلال أي أيام الأولى في البرنامج باقي جمعة نص ثانية نص دقيقة كيف تعمق العلاقة مع متسابق جديد جاء معكم في البرنامج بعد مضي 29 يوم لا لا واحد جديد كليا ترى ما أتكلم من مرة واحدة هو جامعكم بسم الله يلا بيبدأ معكم الرحلة طيب باقي 20 ثانية وأسمع إجاباتكم عينوا شخص هو المتحدث الرسمي عشان يجمع الإجابات كلها أبشر طيب نسمع الإجابات نسمع الإجابات طيب المجموعة الجاهزة يفعوني يدوم طيب أبدا هنا واحد اثنين ثلاثة كرما أو في البداية واحد هو اللي يتحدث يمثل المجموعة يعطينا كم كم سلوك كم تصرف ممكن يسووني عمقونا العلاقة ثم بعدين أبسمع منكم ممكن أسمع منكم شي واحد أسمع منكم شيئين عشان نمر على الجميع طيب من المتحدث الرسمي عندكم اتفقوا فيما بينكم طيب كم اختفقتوا على كم كم طريقة أو أسلوب تستخدمونها مع المتسابق الجديد أربعة طيب عطني واحدة الله عافيك بس عشان برجع لكم أنا إذا سمح الوقت أبرز شيء أبرز شيء لما أواجهه أفتح مع سالفة أعرف الشعورة يوم قبل وزي كده لأن أساس يصير ميانه بيننا أو يصير يعني توافق بتفتح مع سالفة عشان كيف الحال كيف يقبل في كيف الأجواب بره واشتراك في برنامج ومتابعته بسعى تلين يوم زي كده أوكي جميلة محمد يعطيك العافية برجع لكم ها من المتحدث الرسمي فلاح فلاح تفضلي فلاح كم أسلوب أكثر من أسلوب يعني خذينا أكثر من طريقة عطنا أبرز واحد أبرز واحد طبعا أنت قلت لنا طال عمرك بغض النظر عن الاستقبال والسؤال في الجانبية صحيح بنحاول طال عمرك من الأساليب أنا كشخص بأكثر الحاجز معه يعني مثلا إذا جاء غرفة مثلا بحاول أستعر منه غطرة حاولني أكثر حاجز حاجز الميانة بيننا وبينه يعني ترى أستعر غطرة أعطي شماغي بتحت الهواء فهمت تعطي أول شيء بعدين تطلب منه صح ايه نعم حلو لأنها لفتة مهمة فرج لما أنا توني أبني مع علاقة وأطلب منه شيء لا لا أول ما نجي باجي مثلا أعطيه الكاب أقول هذا بيصلح عليك حلو حلو يعطيكم العافية طيب من المتحدث الرسمي في المجموعة سعود فضل كم سلوب كم سلوب سم كم طريقة يعني وصلت لها في تعميق العلاقة حنا وصلنا تقريبا كثيرة لكن من أحد الأشياء اللي ممكن أنا بعد نسمع إذا ما عليكم أمر عشان نستفيد من بعض بعد ما تعرف عليه وخلاص عرفت حلو شخصيته أنا ممكن أوجه له كلام مثل المشاكل اللي إحنا طحنا فيها أخليه يطمرها أختصر عليها المشوار كامل وخليه بقدر المستطاع يعيش واقعيتها أكثر طيب أخذ شيء أخير من كل مجموعة يعطيك العافية سعود شكرا لك جميل طيب أتفضل خالد أمكرا في عليك تفضل حلو يا مرحبا أول شيء أبخليه يسترسل بعد السلام وبعد كل شيء حلو أبعرف السلبيات والإيجابيات اللي عنده هذه لازم أنك تعرفها في أي شخص تعرف الشيء اللي هو يضايق منه وتعرف الشيء اللي يفرحه حلو أبعطيه المجال أنه هو اللي يتكلم وفي كل سالفة بكون أشاركها معه أبتسم معه أضحك معه لجل وش يعطيك العافية خالد أنه يكون الوضع طبيعي جدا أني أنا وصل له الصورة أنترى الوضع ميادة عادي طيب يعطيك العافية خالد وبعلق عن النقطة اللي تفضلت فيها عطونا أسلوب أخير عندكم تحدث عادي يعني براحتكم براحتكم من الأسئلة الثانية طال عمرك يعني برضو كسر حاجز أقولوا ش مواهبك المواهب اللي قم نقدم عليها بحاول أني أسمع منها مثلا شاعر سمعني طيب وبعدين إذا سمعني أنا تراني منشد أسمع صوتي يعني كذا جميل جميل طيب آخر أسلوب تفقوا فيما بينكم ما ودي أختار أحد أنتو مجموعة لا براحتكم براحتكم أنتو كمجموعة تفقوا طيب تفضل نعلمها السلبيات والإيجابيات والبرنامج حلو ونوجه المشاكل اللي قد صارت معنا والسلبيات اللي واجهنا والإيجابيات عشان نعزز ويكون عنده فكرة وخلفية من المواضيع ونعزز من إيجابياته ونشوف وشها للسلبيات اللي عنده ونحاول ننزل اللي مت منها طيب رائع طيب يا جماع كل إيجاباتكم صحيحة بقدر ما أنت قاعد تأخذ تعرف وشي يحب زي ما قال خالد وشي كرة تبادر معه بعيد زي ما كلكم ما قلتوا والله أول ما يجي نسلم عليه نقولك كيف الحال لأن هذا الشي ممكن يصير ترى مع أي ضيف يجيك نص ساعة ويروح يجي فكلما عرفت عن الشخص معلومات أكثر والله عرفت وشي اهتماماته عرفت وشي يحب وشي كرة عرفت وشي يعجبه وش موده وش جوه وشي يحتاج كلما عمقت العلاقة معه وكلما زانت المفترض كلما زانت العلاقة معه هذا الشي يا جماعة ينطبق على جمهوركم اللي خلف الشاشات عشان كذا نحن موضوعنا اللي بناخذ منه كذا رؤوس أقلام وأشوفها مهمة هو تحديد الجمهور اللي يتابعكم وبنمشي بس كنت رأي الله عرفكم في الشرايح بشكل سريع